أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن أجندة النسخ الرابع للمنتدى والذي ينطلق يوم الاثنين المقبل وحتى يوم الخميس بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأوضحت إدارة المنتدى أن الأجندة تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع وهي السلام والتي تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى وهي السلام والإبداع والتنمية وقبل انطلاق المنتدى يعقد عدد من الورش التحضرية التي تستمر على مدار يومين لمناقشة أثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 ومستقبل القارة الإفريقية ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق النشئة والتحول الرقمي والتعليم بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا هم تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة ومواجهة التحديات البيئية وتنامي الدور العالمي للشركات النشئة فضلا عن استعراض مبادرة حياة كريمة باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان كما تطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة واستدامة الأمن المائي والسلم والأمن العالمي وإعادة أعمار مناطق ما بعد الصراع كذلك أيضا يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع وبناء عالم آمن وشامل للمرأة وفي ضوء اهتمام منتدى شباب العالم منذ انطلاقه بتنظيم نماذج المحكاة يعقد هذا العام نموذج محكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان تستمر الفعليات التي بدأها المنتدى في السنوات السابقة من خلال مصرح شباب العالم ومنصة الإبداع وساحة ريادة الأعمال